يقول أنا عندي حسن ظن بالله كثير جداً بحيث أني من كثر حسن الظن بالله أن الله لا يعذبنا ما حكم ذلك يا أحمد رواشدة من الأردن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعني يجعلك من أهل حسن الظن بالله حسن الظن بالله من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات ولذلك من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة والله عز وجل عند حسن ظن عبده به سبحانه وتعالى فليظن العبد بربه ما شاء ولذلك ذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يسيئون الظن بالله وعن الكافرين أنهم يسيئون الظن بالله أما أهل الإسلام والإيمان فيحسنون الظن بالله وإحسان الظن بالله يجب أن يكون باعتدال يا أخي الفاضل إحسان الظن بالله أن نعلم بأن كل ما وعدنا الله به آت وأن الله تعالى يغفر الذنوب وأن الله تعالى خلق الجنة والنار وجعل للجنة أهلون وللنار أهلون لكن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين خوف ورجاء في الدنيا يجب أن يعيش بين خوف ورجاء ولا يغلب شيء على شيء عند الموت يغلب جانب الرجاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة أما في الحياة العادية أخي الفاضل أحيانا يا أخي الفاضل قد يدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب فلما يكون عندك حسن ظن مبالغ فيه كأنك تعتقد بأن الله لا يعذب أحدا دخل عليك الشيطان ويجعلك ربما تفرط في بعض العبادات والطاعات فينقص الإيمان ولذلك الإنسان يعيش بين خوف ورجاء خوف من الله ومن عقابه وعذابه وناره ورجاء بريض الله ورحمته هذه طريقة الاعتدال لكن كونك تقول الله أن أحسن الظن بالله لأن الله وعدنا إذا لقينا غير مشركين إذا لقينا غير مبتدعين في الدين إذا لقيناه ونحن قد أقمنا شرائع وأحكام الدين إذا لقيناه ونحن ابتعدنا عن المحرمات التي حرمها الإسلام نعم هذا حسن الظن بالله عظيم حسن الظن بالله تحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعائك سواء حالا أو مآلا أو في الآخرة يدخل لك في الآخرة هذا من حسن الظن بالله بارك الله فيك